درب القناعة إن القناعة من النعم الجليلة التي ينعم الله بها على أصحاب القلوب السليمة والنفوس المطمئنة وقد مدح الله المؤمنين السابقين بالقناعة والعفاف والرضى بالمقدور وقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز لمن رزقه الله القناعة فقال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وأوصى أباه ريرة رضي الله عنه وصية جامعة ثمينة فقال له كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس فالقناعة هي سبب من أعظم الأسباب الموصلة لعبد إلى مقام الرضا ومقام الشكر قد يسأل سائل ما هو القناعة أو ما المراد بمعنى القناعة فنقول القناعة هي حالة من الرضا والاكتفاء الذاتي والسلام الداخلي تشعر الفرد بالسعادة والامتنان لما لديه ولما هو بين يديه بغض النظر عن كميته أو قيمته وكذلك القناعة هي الرضا بما أعطاك الله وكتبه وقسمه لك وهي من أعظم الأبواب التي توصل العبد إلى رضا مولاه كما أن القناعة هي استغناء بالموجود وترك تشوف إلى المفقود هي استغناء بالموجود الذي بين يديك وترك للتشوف إلى المفقود الذي هو لا يوجد بين يديك الآن ثالثا القناعة قد يراد بها كذلك وهي من معاني القناعة الاستغناء بالحلال الطيب عن الحرام الخبيث كما أن القناعة هي أن يكتفي المرء بما يملك ولا يطمع فيما لا يملك وهي امتلاء القلب بالرضا والبعد عن التسخط والشكوى لذلك الإنسان الذي يكثر التسخط ويكثر التشكي ما أبعده عن هذا الخلق وما أبعده عن هذا المعنى السامي فليس القانع ذلك الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق يقول والله أنا حال كذا وأنا حال كذا وما عندكذا وما عندكذا لا إنما القناعة أن يرضى العبد بما قسمه الله له وأن يطمئن فؤاده تجاه هذا الأمر ولا الذي يتطلع إلى ما ليس لديه ولا الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنى من رتب الدنيا لأن الخير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ورب أمر ظاهره خير وباطنه ليس كذلك ورب أمر بخلاف ذلك فالعاقل لا يعلم من الذي قسمه الله له والقناعة لا تعني بالضرورة أن يكون العبد فقيرا فالغني أيضا في حاجة إلى القناعة كما أن الفقير في حاجة إلى القناعة فهو معنى سامن وقيمة نبيلة كل فرد من أفراد المجتمع هو في حاجة إليها فقناعة الغني أن يكون راضيا شاكرا قناعته أن لا تليج أمواله إلى قلبه أي أن تكون الدنيا في يديه ولا تكون الدنيا في قلبه اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا حتى يصبح هذا الغني عبدا لله سبحانه وتعالى ولا يكون عبدا لما بين يديه من أموال الدنيا ومتاعها كما أن قناعته إذا أراد تحقيقها ينبغي أن لا يستعلي بماله عن الفقراء الذي يستعلي بماله عن الفقراء ما أبعده عن هذا الخلق السامي ما أبعده عن هذه القيمة النبيلة فلا ينبغي للتاجر أن يغش في تجارته ولا يمنع أجراءه حقوقهم ولا يذل نفسه من أجل مال أو جاه أو أي أمر من أمور متاع الدنيا الفانية بل يطلب ذلك بسعي طيب بسلام داخلي باطمئنان ولا يذل نفسه لأحد ولا يمنع زكاة ماله ينربح شكر وإن خسر رضي وأما قناعة الفقير فإن يكون راضيا بقسمة الله له مستسلما لأمر الله لا ساخطا ولا شاكيا ولا جزعا من حاله ولا غاضبا على رازقه قناعته أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين قناعته أن يكون عفيفا متعففا وأن لا يرتاكب الحرام من أجل الحصول على لقمة من العيش فكم من مستور يجد كفافا قد ملعط طمع قلبه والعياذ بالله ولم يرضه ما قسمه الله له قد يسأل السائل أين تتجلى أهمية القناعة في حياتنا فنقول القناعة تتجلى في جوانب كثيرة من الحياة أولا في النفس فهي تقود إلى السلام الداخلي حيث يقل القلق والتوتر وهذه المشاعر السربية بسبب الحصول على أمر من متاع الدنيا أو الخوف من فقدان أمر بين يدينا فيتحقق للفرد الحياة الطيبة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر